السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد تحسين من قناة السرساجي ازايكم عامليني اتمنى تكونوا خير وصحة عافية ان شاء الله نتكلم النهاردة عن بسكوت نواعم بسكوت اللي احنا نعرفه من احنا صغيرين جدا بسكوت اللي مفيش بسكوتها فيه سليمة بيبقى على طول كله مكسر انا جاي يكلمك في عمله في الدايت الدايت هالبسكوت نواعم ده ينفع للدايت ولا لهم تعلم فلو بصينا على النشر الخارجية بيقولك ان البسكوت ده سعرات الحراري فيه ربعمائة اتنين وتسعين كالوري لكل ميت جرام ووزن البسكوت ده اسفيا يعني وزن الكيس ده خمسين جرام يعني يقول لو دولته خمسمائة سعر حراري يبقى البسكوت ده وزنه يبقى البسكوت ده بيدي متين وخمسين سعر حراري طب هل البسكوت زي ده ينفع للدايت استخيله ليه لان البسكوت ده قيمة مقابل سعر لا ده ما بيديش كلمة مقابل سعر لان البسكوت ده بيخلص في لحظات وعشان تجمع منه مسلا محتاج يجي حوالي تلاتة او اربعة منه عشان تخلصهم انا ساعات خلصت منه خمس او ست بس يعني كياس من دولار فده مشكلته كبيرة جدا لان ده مسلا لو انت خدت منه اربع اربع بسكوت او اربعة كياس بسكوت من بسكوت نواعم ده بيديك الف كالوري الف كالوري دي بكتير جدا يعني الكيس ده اللي هو الماتين وخمسين سعر حالي بيبقى حوالي بطين ونص رغيف او بطين ورغيف حاجة زي كده يعني في المتوقع يعني فلو انت مسلا كانت منه اربع يعني اربعة في اتنين بتامن بتامن بضغط ومع حوالي اربعة اربعة ترغيف عيش وده انت مش تشبع منه ده انت هتاكله على طول اه ويعني ومش تشبع وتبقى عايز تاكل تاني اما الاربعة تامن بضغط واربعة ترغيف عيش هتاكلهم وهت يعني مش تقدر تكمل تاني فنصيحتي لو انت بتعمل ضايت ما تاخدش بسكوت نوعي لان البسكوت ده ما بيديش قيمة مقابل سعر وبس مجرد حلويات وكده. حتى كمان البسكوت آآ بيديك حوالي آآ واحد وعشرين جرام سكر ده في الكيس نفسه. واحد عشرين جرام سكر ده كقدم علاقتين سكر. فلو انت مسلا خدت مسلا يجي حوالي آآ اربعة كياس فحوالي اربع معالق يعني علاقتين كبار سكر فلأ. فنصين حاليك متاخدش بسكوت نوعي من لو انت بتعمل ضايت. اما لو انت زي واحد زي حالتي بتاكل وعلى الله كنا. يا باش عيش وكل منه زي ما انت عايز. لو انت بتحسبش اي حاجة. او انت مش حابب ضايت بقى والكلام ده. فنصيحة يعني كمل بقى فيه وما تحسبش اي حاجة. اما لو انت بتحسب ضايت. امين هنبسكوت ده. شكرا جدا ليكم. وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.